بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرتنا الخاصة بالريسك مالجمينت. كنا اخذنا في المحاضرة الاولى اتنين بروسس الاولى اللي هي بلان ريسك مالجمينت. عمل الخطة بتاعت ادارة المخاطر. والبروست التانية اللي هي ايدنفاي ريسك ازاي ان احنا بنحددنا المخاطر. في المحاضرة دي هنبدأ ان احنا ناخد البروستس التالتة والربعة. الخاصين بالريسك اناليسيز. البروستس الاولى فيهم اللي هي التحليل النوعي. والبروستس التانية اللي هي التحليل الكمي. الهدف من البروستس دي ان انا كنت احددت مجموعة من الريسكات او عرفت مجموعة من المخاطر. وحطيتهم في الريسك ريجستر. ومحتاج ان انا اعمل لهم زي تقييم. التقييم النوعي ده بيبقى بدون حسابات. بيبقى من خلال الخبرات. ومن خلال المعرفة او التوقع. اللي هو ممكن نقول subjective او غير موضوعي. يعني بمعنى ان هو شخصي شوية. يعني اعتمد على التقدير بالسنس بدون الحسابات. فالهدف منه ان انا بطلع ايه هي المخاطر اللي يعني احتماليتها قليلة او احتماليتها كبيرة او الامباكت بتاعها قليل او امباكت بتاعها كبير. طيب سريعا نبدأ في التكنيك الاولى عندنا هي كنا اتكلمنا في الاول في المحاضرة اللي فات على على موضوع وقلنا ان اي يعني له احتمالية محتمل ان هو بنسبة كبيرة عشرة في المية ولا بنسبة متوسطة اربعين خمسين ولا بنسبة عالية جدا انه يحصل سبعين تمانين لا شك ان انا هتعامل مع كل واحد غير التاني. نفس الحكاية كنا قلنا ان في حاجة اسمها او التأثير بتاعه على سبيل المثال على الطايم او على الكوست. التأثير على الكوست ان الميزانية هتبقى مثلا برقم كبير ولا رقم متوسط ولا رقم قليل. هيحصل مسلا دلي في الطايم برقم قليل ولا متوسط ولا كبير. ده كله بيقاص يعني من خلال ايه؟ وبتكون من خلال الانترفيوهات مع الناس اللي فاهمة في المجال. الخاصين بالمجال ده اللي هم يعني مع الموضوع الرسك. طيب طوله التكنيك التاني probability and impact matrix. المتريكس اللي على اليمين دي هدفها ان انا ادمج الاتنين اللي هما probability وال impact ادمجهم مع بعض وطلع يعني رانك او ريت لكل رسك من الرسكس اللي عندي. بمعنى ان انا هقول مثلا probability لو كانت الاحتمالية عشرة في المية ولا تلاتين ولا خمسين ولا سبعين ولا تسعين. والمسلا اه بوينت او فايف ولا بوينت وان ولا بوينت او ولا بوينت فور ولا بوينت ايت. دي النسب اللي موجودة عندي. وهلاقي بقى بعد كده في الجدول كل خلية عبارة عن حصل ضرب اليمباكت في يعني الريسك ده محتمل بس احتماله عشرين في المية. طيب لو حصل اليمباكت اليمباكت بتاعه بوينت ايت او وتمانين في المية. طيب اضرب التمانين في عشرين بوينت واحد ستة. تمام? على العكس لو كان الاحتمال مثلا بتاعه تسعين واليمباكت بتاعه تمانين هتبقى تسعة في تمانية باتنين وسبعين بوينت سبعة اتنين. فساعتها اقدر ان انا اقيم كل رسك. فبالتالي عشان اقيم الريسكس مش بس باعتمد على اليمباكت بتاعه. مش باعتمد بس على ان انا اقول طيب لو حصل الريسك ده يعني التكلفة المشروع هتزيد تمانين في المية. ما بس كنتش على كده اقول طيب بتاعت الريسك ده ادي ايه? هل فعلا متوقع ان يحصل الكلام ده? ولا التوقع ده قليل اوي? لو قليل اوي عشرة في المية. هدرب العشرة في المية دي في التسعين في المية مسلا زيادة في التكلفة. يبقى عشرة في بوينت ناين بقت بوينت او ناين. يعني كانها بوينت وان. فبالتالي قللت لي اليمباكت المتوقع. وكزا. فبالتالي لما باجي اصنف بعملها بالشكل ده. اللي احنا فيها دلوقتي زي ما قلنا ان التصنيف كله او التقييم او التحليل بيبقى اه نوعي. بيبقى يعني مش بطريقة حسابية دقيقة. بيبقى بالخبرة. فعشان كده الميتريكس دي بتنفع قوي. ان انا اقول يعني الريسك ده اسقعد مع الستيك هولدر واقول له متوقع الريسك ده يبقى هاي ولا لو ولا ميديم. مسلا يقول لي مسلا ميديم. طيب ميديم احط ان هو 0.25.3.4 وكزا يعني. نفس الحكاية على اليمباكت او البروبابيليتي. وكزا ابدأ اطلع بروبابيليتي وامباكت لكل واحد بصورة تقديرية جدا. ومن خلال الرقم ده ابدأ اصنف بقى كل الريسك اللي عندي. واقول مين فيهم بعد ضرب البروبابيليتي في اليمباكت. مين يعتبر ريسك ضعيف ومين يعتبر مودريت ومين يعتبر هاي بريوريتي. لازم ان انا ابدأ اتعامل معاه دلوقتي. زي ما هنعرف في البروست اللي جاية اللي هي بتاعت الكوانتاتف اناليسيز ان هي تعتبر من البروست الغالية. لان عشان اجيب واحد خبير في الشغل بتاع التقييم بشكل كمي بحسابات لشك ان ده هيكلفني. طيب يبقى انا مش هعمل الكلام ده كله على كل الريسك اللي عندي. يبقى المرحلة الاولى بتاعت التصنيف النوعي او الكوانتاتف ريسك اناليسيز. لو ما هيطلع لبعض الريسك تعتبر حصل ضرب البروبابيليتي في اليمباكت اللي هو الريت بتاعها. الريت بتاعها ضعيف. مفيش داعي ان انا اعمل لها كوانتاتف باعتبار ان هي خلاص هي يعني باين ان هي الريت بتاعها ضعيف. يبقى مفيش داعي ان انا ادفع عليها فلوس زيادة في التحليل بتاعها. على العكس لو لقيت حاجة لا الرقم بتاعها مثلا ايه كبير يبقى انا محتاج ان انا احدد ده كبير قد ايه يعني هيبقى 0.7 ولا 0.65 لان ساعتها تفرق معي لان الامباكت بتاعه ممكن يبقى كبير فهنا بيقول لي this helps finding risk need immediate response ايه هي المخاطر اللي محتاج اتصرف فيها دلوقتي حالا مينفعش استنى لغاية ما اخلص كل خطط المشروع بسبب ان هي urgent ان انا اعمل لها quantitative analysis الwatch list معناها يعني listة بس خاصة بالمرأبة بحط فيها المخاطر الrate بتاعها ضعيف باعتبار ان انا بقى مرأي بها هل فعلا مازالت ضعيفة ولا لا لو لسه ضعيفة مش هتفرق لكن لو لقيت ان هي بتكبر شوية الprobability بدأت تزيد الامباكت متوقع انه يكبر ابدأ ان انا اعمل لها انالسي الزيادة فبالتالي الwatch list بحط فيها المخاطر اللي الrate بتاعها ضعيف الطول والتكنيك بعد كده risk data quality assessment هنا يقصد بس ان انا اتأكد من جودة البيانات اللي انا بجمعها باعتبار ان البيانات ممكن اكون باخدها بشكل عشوائي مثلا من ناس مختلفة من stakeholders مختلفين فيعني احاول ان انا ايه اتأكد من دقة البيانات ان هي فعلا كلها في trend واحد او في اتجاه واحد ما يبقاش واحد بيقول مثلا ايه ان لا الاحتمالية بتاعت ال risk ده كبير وكل الناس اللي بقين بتقول الاحتمالية صغيرة فبالتالي يعني اتوقع ان هو ايه quality بتاعت ال data في عند الرجل اللي بيقول كبير ده ما كانتش مظبوطة ما كانتش يعني طيب الطول والتكنيك اللي بعد كده risk categorization ولا شكل زي ما اتكلمنا عنه قبل كده في ال process اللي فاتت اه قلنا لانا لما باجي اعمل تصنيف لكاتجري لا شكل ده بيسهل علي بشكل كبير عمليات مختلفة بيسهل علي موضوع التحليل وبيسهل علي ان انا اعمل توليد ليه ريسكس جديدة وهكذا فبالتالي هنا في مرحلة التقييم النوعي انا محتاج اعرف ايه هي الاسباب مثلا بتاعت الريسكس واشوف انهي سبب منهم تحتيه مثلا ريسكس كتيرة وابدأ اعرف ان السبب ده لا ده بالنسبة لي مهم بقى لان ده متولد منه اكتر من نوع من المخاطر فمحتاج ان انا يعني اتعامل معا معاملة خاصة سواء بقى على الفور او ان انا يعني اقضي عليه بشكل كتاب الريسك ارجنسي اسسمنت مقصود بيها ان انا لو لقيت اي نوع من انواع المخاطر او اي عدد من المخاطر محتاج ان انا اتصرف معها دلوقتي لازم ان انا مستناش اكمل البلان بتاعتي كلها وان انا يعني يبقى عندي بروجيت مانجمنت بلان بالكامل متكاملة فيها كل حاجة عن الريسك والبروكورمنت والكومنيكيشن وبعد كده ابدأ اشتغل لا الحاجات اللي هي سريعة وارجنت لازم اتعامل معها مباشرة مجرد ما اكتشفت ان الريسك ده يعتبر ارجنت وارجنت يعني معنا كده ان هو في الشورت تيرم يعني متوقع ان هو بعد اسبوعين مثلا يكون حصل الخطر نفسه فمحتاج فعلا ان انا ايه ابقى واخد بالي منه الاوتبوت زي ما قلنا بكده في البروستز اللي فاتت قلنا الاوتبوت هيفضل معنا هو الريسك ريجستر هنبقى بنعمله كل مرة ابديت كل ما بنعمل اناليس الزيادة او بلان للرسبونس بنحط الداتا دي جوه الريسك ريجستر بحيث ان احنا نغزيه ويكبر معنا الريسك ريجستر ويبقى بيضم كل البيانات عبارة عن زي ديتا بيز او قاعدة البيانات خاصة بالمخاطر وتحليلها وتصنفها والرسبونس المتوقع ان انا اعمله لو حصل الخطر وهكذا طيب في المرحلة الحالية بتاعت الريسك ريجستر هيبقى عندنا فى الريسك ريجستر الريويتيز بتاعتهن بعمل برييورييتيز رييكز ان دير بروبابلتي ان امبكت ريتنج هنا البروبابلتي والامباكت زي ما قلنا انه ريتنج يعتبر او انه حصل درب في الامباكت لكل واحدة. وبشكل طبعا تقديري. ايه هي risk need analysis اللي محتاج ان انا اكمل لها quantitative analysis. ايه هي الwatch list وموجود جواها non critical risks. الملاحظات دي خاصة يعني باسئلة وتركات الريتا يعني ضمنهم. risk register may be used to compare risks to other projects. ان انا ممكن استخدم risk register ده. فان انا اقارن ما بين المشاريع وبعضها من ناحية الخطر اللي فيها. and to determine whether to continue or terminate project. ان انا يعني من خلال كمية المخاطر ابدأ ان انا احدد هل فعلا اكمل في المشروع ده ولا اوقف المشروع. also assumptions log will be updated through this process. لا شك ان انا في بداية التخطيط بيبقى في حاجات انا مش عارفها. uncertainties مثلا. وببدأ ان ايه عشان انا مش عارف الحاجة دي هفترضها ان هي هتحصل كذا. واكتب الكلام ده في سجل اللي قلنا عليه اسمه assumptions log او سجل الفرضيات. فلا شك ان هم مرتبطين ببعض. وانا باجي احلل المخاطر. لا شك ان انا عرفت مسلا ان الرسك ده مش مهم قوي مسلا. فابدأ ان انا اعكس الكلام ده على الا assumptions log باعتبار ان هم مرتبط بنفس الخطر ده. طيب البروس التانية اللي بعد كده perform quantitative risk analysis. زي ما قلنا الهدف من البروسيس دي ان انا هاخد بعض المخاطر مش كلها. بعض المخاطر اللي هي فعلا محتاجة زيادة في التحليل عشان اعرف بدقة يمكن ان اقام التأثير باعتبار ايه كام مليون كام مثلا اوقت زمن بالأيام. محتاجة اعرف اليم فاكت لا بشكل دقيق اكتر شوية من التحليل النوعد ده. فبالتالي باجة البروسيس دي الquantitive risk analysis على بعض البروسيس اللي محتاجة worthy analysis او يعني زيادة في التحليل. هنا شوية تعريفات كده بيقولي البربز بتاع ايه determine which risk need response ايه هي المخاطر اللي انا محتاج اعمل لها response determine overall project risk الريسك الكامل او بسميه risk exposure للمشروع وده بيتعرف من خلال السوفتوير من ضمن البرامج المشهورة ببرمافيرا risk analysis البرمافيرا risk analysis بيعتمد على نفس النتورك بتاعت البرنامج البرنامج الزمني بتبقى عنده نتورك بدخلها على البرنامج ومن خلال activities ببدأ سقط عليها المخاطر وهو بيبدأ انه يحسب الخطر الكلي للبرنامج او للمشروع وبيحسب مثلا حاجة معينة حدث معين احتمال انه يحصل قد ايه طيب احتمال انه خلص المشروع ده في معاد معين كام احتمال انه يحصل زيادة في التكاليف قد ايه وكزان طيب هنا مقارنة ما بين qualitative وال quantitative احنا يعني غطناها بشكل كبير قلنا ان ده شخصي اما ال quantitative يعتبر مبني على حسابات فبالتالي هو numerical عددي وموضوعي objective اه امثلة ال example of result في ال qualitative ان ده بيبقى medium high low اما في ال result بتاعة ال quantitative بقول ان ال impact رقم بقى هتأثر بقيمة 5000 مثلا دولار او مثلا تأخير شهرين او هكذا ال qualitative لشك انه required لكل المخاطر اما ال quantitative مش لكله لو انا بس شايف ان حاجة محتاج ان انا اعمل لها تحليل زيادة فبعمل لها quantitative risk analysis اه برضو نقطة من ريتا كده كده كدب ان هو maybe called risk assessment ممكن ان هو يسمى في بعض الامثلة او في بعض الاسئلة بالrisk assessment ال probability distribution يعني يمكن دي نقطة اضافية بس محتاجين ان احنا نبقى عارفينها ان التوزيع بتاع ال probability بياخد شكل من شكلين يا اما continuous يا اما discrete ال continuous مقصود بانه هو curve بمعنى ايه ان انا مثلا عند كل لحظة او عند كل نقطة على المنحنة الافقي لها نتيجة على المنحنة الرأسي بمعنى مثلا لو انا بحسب ال impact او التأخير مثلا اللي هيحصل في مشروع فبقول مثلا ان هيتأخر مثلا يومين دي احتمالها قدي وثلاثة يام قدي واربعة يام قدي طب اربعة يام واثنين من عشرة قدي اربعة يام وثلاثة من عشرة قدي وكذا فبالتالي النتائج كلها بغض النظر بقى بجيب جزء من العشرة جزء من المية عدد صحيح فاي حاجة بلق لها اجابة لان هم كلهم ممثلين بcurve على عكس اللي علمين دي اللي علمين دي بسميها discrete probability distribution مش عند كل مثلا رقم لا ده بيبقى عند احداث معينة او scenarios معينة لو حصل السيناريو بالشكل الفلاني لو بنينا المبنى ده الاول وبعد كده المبنين التانيين هتبقى probability بتاعت التأخير مثلا 65 في المية السيناريو التاني لو عملنا كذا كذا هتبقى 49 في المية فبالتالي discrete ده بينفع للscenarios مهمة دي عشان تركات الامتحان ال discrete بينفع للscenarios لما يبقى عندي سيناريو سيناريو تاني وهكذا ساعتها مش هقدر ارسم كيرف ما بينهم لانهم ما فيش علاقة تربطهم ما اقدرش اقول ان ده ايه المنحنة او الكيرف المحور الافقي ان ده محور يعتبر عددي او ان انا اقدر اوصل فيه واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة واللي بينهم يبقى واحد ونص او واحد واثنين واكذا لا ده دي سيناريو سيناريو مختلفة عن بعضها طيب الجدول بيقولي في الكونتينيوس show uncertainties in values بالقيم لكن هنا show uncertainties in events بالاحداث او السيناريوز هنا values are infinitely divisible اقدر ان انا قسمها واحد من عشرة واحد من الف وخمسة من مليون وهكذا هنا ال values are whole number الارقام صحيحة اللي هي عند ال events نفسها هنا ممكن نقول نواء use three points estimates لكن هنا look like part chart شبه الpart chart طبعا لا شك ان three point estimate بالشكل ده الهي نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا لكن كل ما زادت عدد النقط خلاص انا بقدر ارسم كيرف بشكل احسن يعني فهي دي يعني كيس من الكيس ما تعتبرش كل ال continuous ما يعتبرش انها ثري بوينت لا ده ثري بوينت حالة خاصة من ال continuous هنا typically used for time cost simulation عشان بقدر اطلع مثلا الكوست نواء الفين الفين وخمسمائة الفين وسبعمائة الفين سبعمائة وثلاثين اقدر اطلع على الارقام اللي انا عايز لكن هنا used for decision tree scenarios عند سيناريوز معينة قراري هيبقى ايه ال quantitative risk analysis and modeling techniques عندنا تلاتة modeling techniques الاولين اللي هو modeling and simulation الثاني expected monetary value الثالث sensitivity analysis الاولين اللي هو modeling simulation او النمذجة والمحاكاة بيتم من خلال طريقة اسمها مونت كارلو مونت كارلو technique عبارة عن ان انا باخد المشروع بالنتورك او الشبكة التسلسل الانشطة بتاعته وببدأ اعمل عليه او البرنامج الالكتروني طبعا يعني برنامج على الكمبيوتر بيعمل عليه اه عمليات مختلفة او اه سيناريوهات وفرضيات مختلفة بحيث انه هو مثلا على سبيل المثال البرنامج ده لو قلنا انه هو ميت اكتيبيتي في مثلا عشرين منهم انا محمل عليهم مخاطر معينة يبدأ بقى يعمل السيناريوهات دي كلها ياخد الخطر الاولاني ويعليه والبقين سبتين ويفضل يعلي 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 والبقين سبتين وبعد كده ياخد خطر تاني ويعلي والتاني يثبته وهكذا فبيقعد يعمل كل السيناريوهات دي بياخد طبعا فيها وقت شوية لكن طبعا عشان الكمبيوتر سريع فبيبدأ انه هو يقدر يطلع السيناريوهات دي كلها وبالتالي الاوتبوت بتاعه بيبقى هو الكيرف اللي احنا شايفينه على جانب ده يقول لي مسلا احتمالية ان المشروع يتكلف مثلا كزا كم في المية واحتمالية انه يتكلف كزا كم في المية وكزا كم في المية وكزا فبيقدر انه هو يرسم لي الكيرف بتاع منتكر له اللي احنا شايفينه ده هو هنا بيقول لي كالكلاتيين بروشيك ديتا مني تايمزوزيج نتوورك دياجرام and estimate to assess cost and schedule impact. Evaluate overall risk اللي قلناه من شوية لريسك exposure of the project. بيقيس يعني التعرض الكامل للمخاطر في المشروع. انه يعمل integrate ما بين مثلا الكوست بتاعه عناصر مختلفة. انا قلت اننا محمل 20 activity. طيب العشرين بقى على بعضهم. لما ادمجهم وعمل integration ما بينهم. هيبقى التكلفة بتاعة المشروع ككل. لو لو زادت كزا كم في المية وكزا كم في المية. فكزا انه بيعمل integrate ما بين كله عشان يطلع overall risk للمشروع. Provide probability of completing project on specific time. لو سألني مثلا في الامتحان احتمالية ان انا اخلص المشروع في 320 يوم كام في المية. فاقدر ان انا ادخل على الكيرف واجبها بالزبط مباشرة. Provide probability of any activity being on critical path. احتمالية النشاط ده يبقى على كم في المية. translate uncertainties into impacts to the total project. مش بس ان هي تبقى uncertainty. لقى الترجمة كمان لان هي تبقى impact تأثير بتأخير زمني او over budget للفلوس وهكذا. Results in probability distribution. طيب النقطة التانية او التول التانية احنا هنا اتكلمنا قلنا في modeling and simulation وفي expected monetary value والsensitivity analysis. التانية اللي هي الاكسبيكتد monetary value. القيمة المتوقعة كفلوس. القيمة المالية المتوقعة. طيب التول دي او الطريقة دي مش هتطلع زي منتقاله كيرف كده جميل في probability distribution يعتبر بالطريقة اللي هي قلنا continuous probability distribution. لا هتطلع حاجة تانية هتطلع discrete. لان هي عبارة عن events. سيناريو معين. لو عملت كذا هيحصل كذا. لو عملت كذا هيحصل كذا. جايب لي في الشكل ده عبارة عن وصالات كده اللي هي المربع والدايرة والمثلث. وجايب لي المفتاح بتاعهم المربع ده. decision node. يعني هنا عايز اخد قرار. chance node. هنا عندي فرصة معينة. نهاية الفرع او نهاية الفكرة او السيناريو يعني. المثال اللي قدامنا هنا ده عبارة عن ان انا عايز اخد قرار هل اشتري بلانت او معدة جديدة ولا اعمل upgrade للبلانت اللي عندي. طيب هنا بيقول لي build new plant محتاج ان انت تدفع مية وعشرين مليون دولار كinvestment او تستثمار يعني. طيب لو دفعتهم عندي احتماليتين اما 60 في المية يبقى عندي طلب عالي strong demand في السوق يعني او 40 في المية احتمالية ان need demand يعني يا يطلع strong يا يطلع weak demand بس احتمالية strong اعلى شوية 60 في المية لكن في احتمال 40 في المية ان يكون weak demand. طيب لو كان strong demand متوقع ابيع بكام؟ هبيع بحوالي 200 مليون دولار طيب ولو كان ويك هبيع بتسعين طيب احسب الفرق ما بين دي و دي في الحالتين في المتين انا كسبت متين او دخلي ريفينيو عائد بمتين وكنت دفع مية وعشرين الفرق ما بينهم ده يعتبر ربحي تقريبا يعني انه هو تمانين والاحتمالية التانية لو كانت الدمان طلع ضعيف ريفينيو هيبقى تسعين مليون ودفع انا مية وعشرين يبقى كايني العائد يعتبر خسارة يعني لسه محققتش اللي انا دفعته فبالتالي هيبقى مينوس تلاتين طيب ده كده الاحتمال الاولاني عايز اقارن ما بينه وبين الاحتمال التاني او الفرصة التانية ان انا اعمل ابجريد لو عملت ابجريد هدفع بس خمسين مش هدفع بقى مية وعشرين في النيو بلان هدفع بس خمسين طيب لو السترونج دماند هيجيلي مية وعشرين الوجد مند هيجيلي ستين لشك ان كل ده لو طرق للحسابات يعني ايه بتبقى خاصة بالواء الكنسلطانت اللي شغل في حاجة زي كده هو ده صح وتبقى Mike مسترونج دماند سيديني مية وعشرين و الوجد مند هيجيلي ستين طيب يبقى في حالة الصح مية وعشرين وانا دفع خمسين مية وعشرين نائص خمسين يبقى اني داخلي سبعين وهنا ستين نائص الخمسين يبقى اني داخلي عشرة طيب اخذ الفرصة دي ولا الفرصة دي بيقول لي هنا طالما جاي لك 80 دولار او 80 مليون دولار 80 دول مش 100% هيجولك ده في احتمال 60% بس انهم هيجولك يبقى ما تفترضش انه كل 80 جايين لك لا اضرب 60% 0.6 يعني في 80 6848 يبقى حوالي 48 مليون طيب وفي احتمال ان انت يبقى عندك عجز 30 مليون طيب 30 دول احتمالهم كبير لا ده احتمالهم 40% خلاص اضرب 40 برضو في 30 يبقى كل قيمة مالية باضربها في احتماليتها الامباكت في الاحتمالية بتاعته والامباكت هنا في الاحتمالية بتاعته طيب الستين والاربعين دول الاتنين مكملتين لبعض يعني هما هما المية في المية فبالتالي انا محتاج اجمع القيمة دي على القيمة دي لان هما الاتنين اللي هما خاصين بالاوبشن ده طيب هجمعهم هيبقى 0.6 في 80 بـ 48 وهنا 30 في 40 بـ 12 48 ناقص الـ 12 هتطلع 36 في هنا يبقى المتوقع او الـ expected monetary value عبارة عن 36 مليون positive يعني او عايد طيب في الاوبشن التاني هنعمل نفس الحكاية الـ 60 في 70 يبقى 0.6 في 7 بـ 42 والـ 40 في 10 هتطلع 4 في 0.4 في 10 بـ 4 طيب 4 على مجموعين على الـ 42 هتطلع 46 لان الاتنين هنا كانوا revenue الـ 2 positive مفيش حاجة negative فبالتالي متوقع ان الـ expected monetary value هنا يبقى عايد بمقدار 46 مليون طيب يبقى اني الافضل الـ 46 ولا الـ 36 لا شك انه هو الـ 46 فانا هختار اللي ليها expected monetary value اعلى لان ده عايد جايلي دي مش مصروف انا هصرفه ده عايد جايلي باعتبر ان انا لما حطيت قاعدة الاشارات كان الـ positive هو الفلوس اللي داخلالي والـ negative هنا هو الـ 200 هي الفلوس اللي داخلالي والـ 120 الـ negative ده اللي انا هصرفه طيب عندنا مثال تاني برضو يؤكد لنا الموضوع بتاع الـ expected monetary value عايز اختار واحد من الـ vendors وعندي vendor A و vendor B والـ vendor A ده فيه احتمالية 30% ان انا اخسر بقيمة 1000 دولار فيه مينس 100 مينس 1000 سوري و مع الـ vendor A احتمالية لو ما خسرتش فيه احتمالية 70% ان انا اكسب وساعتها هيكون مكسبي 6000 دولار طيب عايز اطلع القيمة هنا يبقى 6 في 7 بـ 42 وهنا مينس 1 في 3 بـ 300 بس بالمينس اجمعهم على بعض او هنا point 3 في المينس 1000 زائد point 7 في 6 واجمعهم هيطلع 3900 نفس الحكاية في الفندر التاني هعمل نفس الشيء وهيطلع الـ expected monetary value بتاعته 4020 فبالتالي هنا هاختار vendor b لان القيمة المتوقعة للمكسب هتكون اعلى 4000 اكبر من 3900 فهاختار vendor b ده choice بتاعي طيب زي ما احنا شايفين يعني الفكرة كلها من expected monetary value انه بيقولك لما تكون متوقع impact معين بنسبة باحتمالية لما تيجي تدخلوا في الحسابات ما تدخلوش بقيمته لا دخلوا بقيمته الموزونة اللي هي waited waited بمقدار probability اللي عندي طيب التالت العنصر التالت عندنا كان sensitivity analysis sensitivity analysis او تحليل الحسية مقصود بي ان انا احاول ان انا اتحرك step by step واشوف وادرس التأثير بتاع كل حاجة عبارة عن ايه هنا جايب لي مثلا quantity change في المثال اللي عندنا كان عندنا 250 units و 30 دولار لليونت و 50 دولار في الماتيريال لليونت الوحدة فبالتالي التكلفة الكلية عبارة عن 50 زائد 30 ب80 طيب عندنا كم يونت 250 80 في 250 لهم 20 1000 طيب لو انا حبيت العب في quantity واشوف تأثيرها كبير ولا تأثير الكوست مثلا هو الكبير وابدأ اشوف ادرس كل السيناريو عشان اعرف مين فيهم اكبر ريسك او الريسك اللي له اهمية عالية هنا هقول مثلا في السيناريو الاولاني هزود 50 يونت طيب الخمسين دي بدل ما بقت 250 بقت 300 يونت 300 البر cost والمتيريال cost الاتنين دول لشك انهم هيتضربوا في اليونت لانهم بير يونت هيتضربوا في عدد اليونت كلها ف30 و50 80 هضربهم في 300 هيبقى 24 الف دولار هقارن بالعشرين هلاقي ان فيه زيادة هنا 20 في المية طيب السيناريو التاني لو حبيت ان انا اقل اليونت اليونت قلت بمقدار 30 فال250 دي شال منها 30 بقت 220 طيب انا عندي كان 30 وخمسين بتمانين 80 في 220 اللي هي عدد اليونت هلايا 17 1600 فبالتالي قلت ب12 ده كده عندي lower limit و upper limit اقدر ان انا ارسم بيهم الشكل اللي هنا ده بتاع tornado ده كان عدد اليونت الاقصى المتوقع انها تديد وده عدد اليونت الاقصى الاقل اللي هي ممكن تقل اقصى عدد يونت ممكن تقل لها فبالتالي انا كده رسمت limits بتاعتي وشفت حدودها قدية هل هي كبيرة ولا بغض النظر الشكل ممكن مايبقاش منطبق مع الجدول بس هو ده الهدف ان انا عايز اعرف الفاكتور ده او الفاريابل ده لما بدأت اغيره اكبر بار ولا اعطاني بار صغير طيب في البوزيتف بس ولا في النيجاتف بس وهكذا السيناريو التاني بتاع ال liber cost لو بدأت العب في الكوست واشوف يعني لو الكوست تتغير بتاع عمالة مثلا هيفرق معايا بشكل قدية فهنا قال لي ال liber cost هتكون 40 دولار بدل ما هي كانت 30 طيب هنا كده عندي ما اقدرش بقى لساعتها اقول ايه انه هيقصر على الاتنين لا ده دي بس اللي هتتأثر طيب اليونتس هتفضل سبت عشان انا بس بقيس التغيير الحادث من ال liber ان ال liber cost او تكلفة العمالة زادت 10 دولار وباقت 40 دولار طيب 40 و 50 90 هضربهم في ال 250 هيطلع 22500 فبالتالي الزيادة هنا 12% بس او 12.5% طيب لو قللت ال liber cost متوقع تقل لغاية كان ماكسيم لغاية 25 طيب بالعدد اليونت هيفضل زي ما هو 25 زائد 75 فعدد اليونت اللي هو 250 تطلع 18750 يعني قلت عن ال 20 الف بمقدار 6 و 2 من 10 في المية فده يبقى واحد فيهم اللي هو ال limit واحد ال upper limit طبعا بالنسبة الامتحان ما حدش لا احنا مش نقد نعمل الحسابات دي في الامتحان لكن الهدف بس انحنا نبقى فاهمين ايه هو ال scenarios او ايه هي sensitivity analysis وعبار عن ايه ان انا بزود متغير واحد عشان ادرس تأثيره هل التأثير ده كبير ولا لا وبعد كده ارسم شكل اسمه tornado diagram ومن ال tornado ابدأ ان انا اعرف يعني انهي واحد فيهم هو يعتبر الرنج بتاعه كبير اوي ممكن يخسرني كتير او يكسبني كتير او يخسرني كتير وما يكسبنيش خالص وكذا لشكل بتاع tornado بعد ما بعمل sensitivity analysis لمعظم المخاطر اللي عايز ادرسها بيبدأ يوضح لي priorities بشكل كبير ال output الرئيسي زي ما قلنا هو update على risk register يمكن مش بين في الجدول في الرؤوس الاعمدة كده الزيادات اللي هتزيد هنا يعني معظم حاجات اللي هي medium والسبب ازود اعمدة هنا عمود او اثنين او ثلاثة خاصة بالتقريمات الرقمية لاننا في quantitative analysis بعمل تقريم رقمي عايز ان probability ما تبقى بس تسمى medium لا عايز 65 50 45 46 عايز اعرف بالزبط نفس الحكاية impact عايز برضو عرف impact ك قيم حقيقية delay مثلا كام يوم او impact على الرقمية فبالتالي هنا بيقول لي risk accommodation amount of contingency time cost reserve needed فعلا انا محتاج بعد ما عرفت ان الرزق ده ممكن ياخرني المشروع شهر يبقى انا ممكن ومش عارف عالج الرزق ده يبقى انا ممكن انا ازود شهر في زمن المشروع ك reserve عندي probability of achieving project cost and time objectives كم في المية احتمالية ان انا احقق المشروع في budget بتاعه او في time بتاعه زي على سبيل المثال 80% to complete project on time or 70% to complete within budget وكذا النقطة اللي بعدها completion date cost within confidence level ممكن اقول مثلا انت عايز يا sponsor ان احنا نخلص المشروع ده ب120 مليون طيب دي نسبتها كذا في المية نسبة الثقة او confidence level بتاعها كام في المية زي المثال 70% confidence to finish on may 17 وبيديني prioritized list of quantified risks بعد ما بعمل quantification للمخاطر بقدر ان انا ساعتها اقيم المخاطر بناء على الرنك بتاعها اللي هو حصل ضرب ال probability في ال impact وابدأ ان اعرف اعمل priorities واصنعي اصنف او اعمل رنك اقول مين فيهم الاهم ومين فيهم اللي يضح في watch list وكذا يبقى خلصنا الجزء بتاع analysis بنوعيه qualitative analysis و quantitative analysis معدنا يوم اللي بإذن الله في المحاضرة الخاص بالplan risk response وال control الرون